موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من أمفاندكات باعت جلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة يا سيد يونسو كيول رئيس جمهورية كوريا وذلك إتراح حادث التدافع الذي وقع بالعاصمة الكورية سيول مخلفا العديد من الضحايا والمصابين ومما جاء في برقية جلالة الملك لقد علمت ببالغ التأثر والأسى بنبأ حادث التدافع المفجع الذي وقع بعاصمة بلدكم الصديق خلال الاحتفال بعيد الحالوين مخلفا العديد من الضحايا والمصابين وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك لفخامة الرئيس الكوري ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الكوري الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب المفجع راجيا لهم جميعا جميل الصبر وحسن العزا أكد رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش يوم أمس بالرباط خلال ترأسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية أكدنا الحكومة باشرت مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023 التفاصيل معه يام الهدف 9 ملايير ونصف مليار درهم هو المبلغ الذي خصصته الحكومة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاصة رقم كشف عنه رئيس الحكومة عزيز خنوش خلال ترأسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمناسبة أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب على ضرورة المحافظة على مكتسبات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية رميدة وتعزيز انخراطهم في النظام الأساسي الإجباري عن المرد كانت تدارسة جميع النقاط التي تتعلق بالشيق القانوني وتتعلق كذلك بانطلاقة الحملات التي تتواصل وتحسيس والتوعية بالنسبة للمنخارطين الرميد التي يقصون أن يعزو انخيراتهم في تعمل إجباري الأساسي عن المرد وكذلك بالنسبة للنقاط الأخرى التي تتعلق بالأجراء في الاجتماع تم التأكيد على أن هذا الإجراء سيمكن ما يناهز أربعة ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي سيستفيد منها موظف القطاعين العام والخاصة في المؤسسات الصحية دوليا تتجه الأنظار واليوم نحو الجزائر التي تحتضن أعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة أعوام وعلى طاولة النقاش ملفات كبيرة من قبل القضية الفلسطينية والنزاعات في عدد من الدول العربية وقدى التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول العربية رغد قابوري في المتابعة أعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين تعود للإنعقاد من جديد حدث يأتي بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا كما يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية بالغة التعقيد أبرزها استمرار النزاعات في عدد من الدول العربية واستمرار تدعية جائحة كوفيد-19 وتدعية الحرب في أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة بالإضافة إلى ذلك تظل القضية الفلسطينية في مقدمة التحديات المطروحة قضية كانت ولا تزال محورية على أجندة العمل العربي المشترك إذ تتشبت الدول العربية بحل الدولتين سبيلاً واحداً لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 وخلال القمة المرتقبة سينكب القادة العرب أيضاً على بحث تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والصومال والتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال كما تبحث القمة التدخلات والتواجد الأجنبية في الدول العربية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادة الدول وسيانة الأمن القوم العربي ومكافحة الإرهاب ومخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ودعم اللاجئين والنازحين في العراق والدول العربية دولياً دائماً يتجه الناخبون الإسرائيليون يوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع في خامس انتخابات عامة في أقل من أربع سنوات شهدت فيها البلاد تعاقب عدة حكومات وتأخذ هذه الانتخابات أربعين قائمة يتوقع أن يتمكن ربعها فقط من تخاطي العتبة الانتخابية المحددة في 3.25% من عموم المصويتين والدخول بالتالي للكنيست الذي تبلغ عدد مقاعده 120 ووفقاً للقانون الإسرائيلي فمن أجل تشكيل الحكومة يجب على الحزب أو التحالف الحزبي المعني أن يتوفر على أغلبية 61 مقعداً أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء يوم أمس أنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب الأخيرة بعدما اتهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمصي أدلة على تطويرها قنبلة قذرة وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقارها فيانا في بيان إن مفاتيشيها بدأوا وسينهون قريباً التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي إنه سيقدم لاحقاً هذا الأسبوع استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين وفق البيان وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فراق تفتيش إلى الموقعين في خبر آخر دعا رئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس أوكرانيا لضمان سلامة السفن التي تعبر ممرة تصدير الحبوب متهم الكيف بأنها تشكل تهديداً بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم يوم السبت وقال بوتين في مؤتمر صحفي إن أوكرانيا يجب أن تضمن أنه لن يكون هناك أي تهديد لأمن سفن مدينة واتهم الرئيس الروسي كياذا باستخدام ممر الحبوب لشن الهجوم الذي ينسبه إليها وارتكذ عليه لتبرير انسحابه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عقد وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي والممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي محادثات في براغ لمناقشة كيفية التعامل مع التشريعات الأمريكية في مجال صناعة الصيارات شيم أباكا وباقي التفاصيل وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي والممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي يناقشون كيفية التعامل مع التشريعات الأمريكية في مجال صناعة الصيارات والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي تمييزية ضد صانعية الصيارات الكهربائية الاجتماع فرصة مناسبة لتوحيد الرؤى والحد من الانعكاسات السلبية المحتملة على العلاقات الأوروبية الأمريكية يمكننا أن نعتبر أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجملها تسير على المصاري الإيجابي وكحالفين استراتيجيين من المهم جدا أن نتعاون بشكل وثيق خاصة في الوضع الذي نواجهه الآن هناك مخاوف تتعلق بقانون خفض التضخم وأحكامه التمييزية وفي هذا الصدد قمنا بتشكيل فريق عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعامل مع تلك الأحكام صانع السيارة غير الأمريكيين عبروا عن غضبهم بسبب قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار أمريكية صادر في غشط الماضي والهادف إلى مكافحة تغير المناخ وجعل واشنطن رائد عالميا في سوق السيارة الكهربائية قانون الولايات المتحدة ينص على ضرورة تجميع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية للحصول على إعفاءات ضريبية في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذا يمثل تمييزاً ضد سيارات المصنوعة خارج أمريكا خاصة وأن السيارات الأمريكية المباعة في أوروبا تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها السيارات الأوروبية بلبنان حذر مكتب منظمة الصحة العالمية من تفاشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في البلاد بعد تزيد حالات الإصابة وتسجيل سبع حالات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 388 إصابة وقال تمثيلية منظمة الصحة العالمية في لبنان أن البلاد تشهد فاشية الكوليرا هي الأولى في البلاد منذ ثلاثة عقود تقريباً وأضاف المصدر أنه منذ تأكيد إصابة الحالة الأولى في الخامس من أكتوبر الجاري سجلت أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها في مختلف أنحاء البلاد منها 381 حالة مؤكدة مختبرياً و17 حالة وفاة مشيراً إلا أن الفاشية كانت في البداية محصورة في المناطق الشمالية إلا أنها سرعان منتشرت في جميع المحافظات أصبح إيلون ماسك المدير الأوحد لتويتر بعد إتمامه صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق بـ 44 مليار دولار وحل مجلس إدارته وفق ما أظهرت وثائق تم تقديمها أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأفادت الوثائق باكتمال عملية الاندماج في 27 أكتوبر حيث أصبح ماسك المدير الأوحد لتويتر بينما جرى التخلي عن مجلس الإدارة برمته بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونعود للشأن الوطني حيث جرى يوم أمس بمقر المديرية بالرباط حفل تنصيب المدير العام الجديد للطرق محمد علال كوتر التجاري والمزيد من التفاصيل جرى حفل تنصيب المدير العام الجديد للطرق محمد علال وذلك بمقر المديرية بالرباط وفي كلمة له بهذه المناسبة هنأ وزير التجهيز والماء نزار بركة المدير العام الجديد على الثقة التي خضي بها متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة اليوم تشرفه بترأس حفل تنصيب المدير العام الجديد للطرق هذه المديرية كما تعلم تلعبه واحد دور أساسي في تنزيل الاستراتيجية الحكومية في مجال الطرقي خصوصا أننا مقبلين على تغييرات مهمة اليوم تشرفت بتنصيب ديالي على رأس المديرية العامة للطرق المكونة من المديريتين المركزيتين وممتد بالمديريات 12 مديريات الجهوية و65 مديرية إقليمية والتي تشرف على تنزيل السياسة الطرقية وطرق السيارة في ديسبال الوزارة وتم أيضا إطلاق أيام تكوينية حول تدبير وصيانة الطرق بمبادرة من وزارة التجهيز والماء والوكالة اليابانية للتعاون الدولية هذا التكوين يروم تعزيز القدرات والكفاءات فيما يخص التقنيات الجديدة المتعلقة بالقناطر كما سيقوم خبيران يابانيان لهما سيت عالمي في مجال القناطر بزيارة هذه السنة من أجل تقديم خبرتهما وإعطاء قيمة مضافة وتحسين الخبرة ووضعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي رهن إشارة موظفي وشركاء الوزارة فرصا متنوعة للتكوين في مواضيع مختلفة من قبل تدبير صيانة الجسور تنظم جمعية لاينس كلوب فرح كلية العلوم بالرباط حملة للتبرع بالدم تستمر لمدة يومين في رحاب الكلية وسيقوم الطلب أعضاء الجمعية من خلال هذه المبادرة بجمع ما لا يقل عن مئتي كيس من الدم بعد تمكنهم من جمع 140 كيس السنة الماضية وذلك بهدف إنقاذ الأرواح البشرية وتعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية التقرير لوليد حميدي علوي بهدف إنقاذ الأرواح البشرية وتعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية يقوم الطلبة أعضاء جمعية لاينس كلوب فرع كلية العلوم بالرباط ولمدة يومين في رحاب الكلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم تستمر لمدة يومين وسيقوم الطلبة من خلال هذه المبادرة بجمع ما لا يقل عن مئتي كيس من الدم بعد تمكنهم من جمع 140 كيس السنة الماضية هذا العام إن شاء الله درنا هذه العملية بشاركة مع مركز دلتحق والدم ومع مركز الصحي الشماعي بالرباط للكلية العلوم بالرباط وليس كلوب فرساق التي صار على تنظيم هذه الحملات الشبابية وإن شاء الله الهدف دينا هو أننا جمعوا 200 كيس ديل الدم إن شاء الله وإن شاء الله نصل إلى هذا الأفضل كشيف دينا وتهدف هذه المبادرة التي تنظم بشراكة مع المركز الجهوي لتحاق الدم وفرع كلية العلوم بالرباط والمركز الطبي الاجتماعي تابع لجامعة محمدين الخامس تهدف إلى تعزيز وعي الطلبة بأهمية القيام بهذا العمل السخي بشكل منتظم إن هذا العمل النبيل والإنساني يتماشى مع رؤية الجمعية والرمية إلى مساعدة السكان المحتاجين وأنا أؤكد على أهمية التبرع بالدم بانتظام من أجل المساهمة في بناء بانك دم مستدام إن هذا النوع من المبادرات التي تحتضنها المؤسسة الجامعية كل سنة تهدف إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات المرضى لأكياس الدم من جهة وتطوير الاتزام المجتمعي للطلبة من جهة أخرى وخلال مرحلة الانطلاق استجاب عشرات الطلبة الشباب والأساتذات والأطور الإدارية لهذه المبادرة بفعالية وهو انخراط يترجم حس الالتزام لدى المانحين على أرض الواقع وروح المواطنة التي يتحلون بها كانت هذه آخر مودي نشراتنا تفاصيل أوفان أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على رتيب المتابعة دمتم في أمان الله شكرا لكم على صفحتي